يَا عَلِيُّ 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 اشتركوا في القناة 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 وقدسها ونورها سلام على سيدها وقاطنها بقية الله برنامج الخاتمة الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة الحلقة الثانية والسبعون بعد الثلاثمائة سلام عليكم على مائدة القمر انها اطباقنا المهدوية الرمضانية والطازجة اطباق البراءة والولاية بنكهتها بنكهتها الزهرائية الرائقة ومذاقها المهدوي الفاخر براءة من السقيفتين سقيفة بني ساعدة في المدينة وسقيفة بني طوسي في النجف وولاية للبيعتين بيعة الغدير الاولى بيعة الامير وبيعة الغدير الثانية بيعة القائم انه افطار القلوب على مائدة المحبوب تفضلوا فلينظر الانسان الى طعامه في الكاف الشريف عن زيد الشحام عن امامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه في قول الله عز وجل فلينظر الانسان الى طعامه قال قلت ما طعامه قال علمه الذي يأخذه عمن يأخذه هذا هو الجزء السادس من طبقنا السابع الطبق السابع من أطباق مائدة القمر سلة الفواكه المنوعة وفي السلة اجابتان على سؤالين لا زال الكلام يتسلسل يتواصل في الاجابة على السؤال الاول بخصوص حليمة السعدية الكلام في الحلقة الماضية في بيان حرمة العمل بما يسمى بعلم الرجال بعلم القنادر كما أسميه هذه الوسيلة الشيطانية التي استعملها مراجع النجف وكربلاء لتدمير دين العترة الطاهرة وفعلا دمروا هذا الدين آخر شيء حدثتكم به في الحلقة الماضية أحد القوانين التي تحدثنا عنها في حلقات سابقة إنها قوانين الزيارة الجامعة الكبيرة هذا هو القانون كلامكم نور فالنور يكشف عن نفسه ويكشف عن غيره لا يحتاج إلى كاشف منظومة حديثهم بكل تفاصيلها التي حدثتكم عنها تمتلك قدرة ذاتية على أن تكشف عن نفسها وأن تكشف عن غيرها فلا نحتاج حينئذ إلى عامل خارجي كي ينير منظومة الحديث هذه أن نأتي بعلم رجال من خارج هذه المنظومة القانون واضح منظومة كلامهم كاشفة عن نفسها بنفسها كلامكم نور النور لا يحتاج إلى كاشف كي يكشف عنه نحن لا نحتاج إلى إبصار النور إلى نور يساعدنا في إبصار النور لأن النور هو الذي يكشف عن نفسه وهو الذي يكشف عن غيره فكذاك منظومة حديثهم منظومة كلامهم مثل ما نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة وأنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان هكذا نخاطب أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كلامكم نور وأمركم رشد فنورية كلامهم تقتضي أن لا نحتاج ما يسمى بعلم الرجال بعلم القنادر وأعتقد أن الأمر بات واضحا لديكم لكثرة البيانات التي طرحتها في الحلقات المتقدمة من آيات القرآن مرورا بحديث الثقلين وبعد ذلك انتقلت بكم إلى الأحاديث التي تأمرنا أن نعرض الحديث على القرآن ثم شرعت في ذكر بعض الحقائق المهمة التي لا أريد أن أتحدث عنها مرة أخرى حتى وصلت بكم إلى هذا القانون الواضح في زيارة الجامعة الكبيرة من أن منظومة كلامهم نور تكشف عن نفسها بنفسها وتكشف عن غيرها ومن هنا فنحن لسنا بحاجة إلى شيء نأتي به من الخارج هندسة حديثهم معارض قولهم لحن كلامهم كل هذا إذا ما تواصلنا معه يجعلنا قادرين أن نفهم مرادهم وأن نميز أحاديث التقية من غيرها وأن نميز أحاديث المدارات من غيرها وأن نميز الأحاديث التي يريد منا أئمتنا أن لا نعمل بها أن نتركها وأن نشخص الأحاديث التي يريد منا أئمتنا أن نتمسك بها على مستوى العقيدة أو على مستوى التفسير أو على مستوى المعارف والثقافة أو على مستوى الفتوى نذهب إلى فاصل عن إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه إياك أن تمنع في طاعة الله فتنفق مثليه في معصية الله المؤمن مثل كفتي الميزان كلما زيد في إيمانه زيد في بلاءه وحينما وقف على قبر صلوات الله وسلامه عليه قال إن شيئا هذا آخره لحقيق أن يزهد في أوله وإن شيئا هذا أوله لحقيق أن يخاف آخره أعطيكم صورة مجزة ملخصة لهذه المشكلة لمشكلة حوزة النجاث لمشكلة دينها الفاسد لمشكلة ما قاموا به من تدمير دين العترة الطاهرة ومن ابتداع دين قذر ضال الصورة هكذا محمد وآل محمد تركوا لنا قرآنهم وتركوا لنا تفسير قرآنهم ثم اشترطوا علينا في بيعة الغدير التي هي أصل الدين وأساس الدين وهي كل شيء بالنسبة لعقيدتنا وديننا مثلما صرح القرآن بذلك في الآية السابعة والستين بعد البسملة من سورة المائدة وإن لم تفعل فما بلغت رسالته اشترطوا علينا في بيعة الغدير أن نتمسك بقرآنهم بشرط أن نأخذ التفسير من علي وآل علي فقط ماذا فعل علماء حوزة الطوسي ماذا فعل هؤلاء الأغبياء نقضوا بيعة الغدير كيف نقضوها لم يفسر القرآن مثلما أخذت علينا المواثيق وإنما ذهبوا إلى النواصب وجاءونا بعلم الرجال وسلطوه على الأحاديث التفسيرية التي هي تفسير علي وآل علي لقرآنهم وأخذت علينا المواثيق في بيعة الغدير أن نتمسك بهذا التفسير وأن لا نفرق بين القرآن المصحاف وبين تفسير علي وآل علي الذي يتجلى ويظهر في مجموعة الأحاديث التفسيرية التي وضعت لنا منهجا تفسيريا وفي الوقت نفسه طبقت ذلك المنهج فعرضت لنا وجوها عديدة من تفسير الآيات الأحاديث التفسيرية تشتمل على هذين الأمرين هناك منهج تفسيري يجب علينا أن نتبعه وهناك تفسير وتأويل في مقدار كبير من الأحاديث لآيات الكتاب حوزة الطوسي عبر مراجعها الأغبياء جاءوا بعلم الرجال الناصبي وسلطوه على الأحاديث التفسيرية وحكموا بضعفها ومن هنا فإنهم فسروا القرآن بحسب المنهج العمري تفسير مراجع حوزة الطوسي تشتمل على الموارد التالية المورد الأول المورد الأول ما فسر به أن نواصب القرآن وفقا لأحاديثهم وما ذكر مؤرخوهم من الحوادث والوقائع وأسباب النزول وغير ذلك ومن القراءة والإعراب والتفاصيل اللغوية كل هذا أخذوه من تفاسير النواصب هذا المورد الأول المورد الثاني ما ما ابتدعوه هم من آرائهم ومن استحساناتهم الخرقاء في الوقت الذي هم لا خبرة لهم بأسرار الأدب واللغة وإنما يهرفون بما لا يعرفون وهذا واضح في تفاسير علماء الشيعة فهم إما يسرقون من النواصب وإما يتقيؤون بقذارات جهلهم المقرفة في كل تفاسير مراجع حوزة النجف ابتداء من الطوسي المشؤوم الذي أسس هذا الشؤم وهذا الضلال وإلى البقية الباقية ممنهم على منهج الضلال هذا المورد الثالث أخذوا بعضا من أحاديث أهل البيت التي إذا لم يأخذوها فإن أمرهم سينكشف عند الشيعة حكاية مراجع النجف في التعامل مع الشيعة المساحة التي لا تطلع الشيعة عليها من التفسير والعقيدة والفتاوى فإنهم يتوافقون ويتطابقون مع النواصب بدرجة مئة بالمئة المساحة التي تطلع الشيعة عليها قناعة المراجع هي غير التي يبينونها لعوام الشيعة ما يبين لعوام الشيعة في العقائد والتفسير والثقافة والفتاوى والأحكام ما يأتي منسجما مع ما اعتادت الشيعة عليه وتعلمته عبر الأجيال الماضية أكان صوابا أم كان خطأا هم اعتادوا على هذا فإن المرجعية الضالة في النجف في حوزة الطوس تضلل الشيعة وتضحك على ذقون الشيعة أن تقدم لهم دينا وفقا للمزاج الشيعي المتوارث أعود إلى جناية هؤلاء وما فعلوا في ديننا نقضوا بيعة الغدير دمروا الأحاديث التفسيرية واصطنعوا تفسيرا بهذه المواصفات القسم الأكبر مأخوذ من النواصب بشكل مباشر وبنفس الألفاظ والكلمات وقسم مردود إلى هرائهم وهم لا يفقهون لا يفقهون لو أنهم أخذوا كل شيء من النواصب لكان أفضل تفسير النواصب أجود بكثير من تفسير هؤلاء الأغبياء من مراجع الشيعة يمكنكم أن تقارنوا بين تفسير النواصب وتفسير مراجع الشيعة القذرة الوسخة تفسير النواصب أفضل من جهة اللغة من جهة البلاغة بحسب موازينهم لأن مراجع النجفي لا يعملون بموازين العترة لا في اللغة ولا في البلاغة لأنهم أساسا يجهلونها ولا يفقهون منها شيئا مطلقة هم حائرون بين قذارات النواصب وبين قذارات جهلهم وسفاهتهم ولذا هم مضحكة حينما يتحدثون ما هو الإنترنت موجود والوهابيون يضحكون على مراجع الشيعة لأنهم لا يفقهون لا في التأريخ ولا في اللغة ولا في البلاغة ولا في الأدب ولا في سائر التفاصيل التي يأخذونها عن النواصب النواصب أفقه منهم وأعلم منهم هؤلاء مجموعة أغبياء وحمير يضحكون على الجحوش الصغيرة في النجف ويضحكون على عامة الشيعة الذين صنعوا منهم كائنات ديخية لا تفقه شيئا وإنما تلقلق بالذي تلقلق به هذه البغال التي طوت على رؤوسها مقادير من القماش الأبيض أو الأسود فدمروا القرآن وحولوا القرآن إلى كتاب ضلال لأنهم فسروه بالمنهج العمري وفسروه بضلالهم ولم يفسر القرآن بحسب تفسير علي وآل علي الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير من هنا نشأت ثقافة قرآنية ضالة لا هي كثقافة النواصب بشكل كامل ولا هي كثقافة تعتمد على البلاغة الصحيحة والأدب الصحيح بعيدا عن العترة الطاهرة هؤلاء مجموعة من الثولان ومجموعة من الأغبياء المعتوهين ضحكوا علينا قرونا ولا زالوا يضحكون ثم رجعوا إلى أحاديث أهل البيت فسلطوا عليها علم القنادر هذا علم الرجال في أحسن الأحوال قبلوا من أحاديث أهل البيت بنسبة عشر بالمئة بنسبة عشر بالمئة في أحسن الأحوال أما السستاني فإنه لا يقبل هذا المقدار بحدود خمسة بالمئة الذي يقبله من حديث أهل البيت فأسسوا دينا على هذه المعطيات هذه معطيات ناقصة مع جهلهم بالعربية هم لا يحسنون العربية نحوا وصرفا ولغة وأدبا وفصاحة وبلاغة وأسرارا وتأريخا صدقوني لا يحسنون شيئا من العربية واقع حالهم هو الذي يتحدث عن هذا لا حينما يتحدثون ولا حينما يدرسون ولا حينما يؤلفون ولا حينما يصدرون البيانات ما أنا عردت عليكم بيانات السستاني وكشفت عن أخطائها وعوراتها وعن سفاهة هذه المرجعية التي لا تحسن أن تصدر بيانا صحيحا كل هذا موثق وبالحقائق والوثائق ومر هذا في الحلقات الماضية هؤلاء فضيحة بتمام معنى الفضيحة هؤلاء عورة عورة قبيحة بتمام معنى العورة القبيحة على هذه المعطيات أسسوا الدين فأنتجوا لنا عقيدة ضال جاءت جماعا من عقائد الأشاعرة والمعتزلة هم مضطرون أن يذهبوا إلى الأشاعرة والمعتزلة لأن المعطيات التي عندهم قليلة ناقصة في أحسن الأحوال قبلوا عشر بالمئة من أحاديث أهل البيت عموم الأدعية والزيارات التي هي مصدر المعرفة الحقيقية تركوها ولم يأخذوا منها شيئا لماذا؟ لأن النواصب لا يمتلكون أدعية وزيارات فهي لا تمثل جزءا من منهج النواصب ومن هنا أخرجوا الأدعية والزيارات من المنهج المعرفي والثقافي والعقائدي وأجهلوا أجهلوا خلق الله بالأدعية والزيارات أصحاب العمائم بجانبك معمم حمار هذا حمار هذا سله سله عن المطالب التي تعلمتها في معاني الأدعية والزيارات من برامج قناة القمر سل الحمار الذي بجانبك هذا الحمار الذي طوى على رأسه مقدارا من القماش أكان من القماش الأبيض أم كان من القماش الأسود سل هذا الحمار وستطلع على حميريته وكلما وجدتم قماشا أكثر فإن الحميرية أكثر سلوهم واختبروهم تعلموا الحقائق الواضحة من ثقافة العترة من برامج قناة القمر تعلموها وبعد ذلك سلوهم واختبروهم ستجدونهم دون الحمير دون الحمير أنا لا أتحدث من دوني أن أكون مطلعا على الحقيقة الكاملة فأنا جزء من هذا الواقع أنا جزء من هذا الكيان الحميري أي عاقل إذا قلت له من أنك استنتجت نتيجة من معطيات ناقصة ماذا سيقول لك سيقول لك من أن نتيجتك خاطئة لأن النتيجة الصحيحة لا بد أن تستنتج من كل المعطيات فهؤلاء الثولان الأغبياء الذين يقولون من أنهم نواب لصاحب الزمان هؤلاء الثيران استنتجوا الدين من معطيات ناقصة جدا من قرآن لم يفسروه بتفسيره الصحيح فكل ما جاءوا به لم يأتي صحيحا من القرآن وذهبوا إلى الروايات فألغوا منها في أحسن الأحوال أكثر من تسعين بالمئة فماذا بقي من المعطيات ماذا بقي من المعطيات هذه معطيات ناقصة جدا 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 ومحرفة في الوقت نفسه لأنهم بعد ذلك يسلطون على هذه المعطيات الناقصة يسلطون قواعد الفهم التي أخذوها من الشوافع ومن المعتزلة ما يسمى بعلم الأصول أتحدث عن أصول الفقه جاءوا به من الشوافع والمعتزلة وما يسمى بعلم الكلام الذي يرتبط بالعقائد جاءوا به من الأشاعرة والمعتزلة ديننا شافعي معتزلي بامتياز معطيات ديننا الأصلية ليست موجودة في هذا الدين الذي بين أيدينا تفسير القرآن الأصل ليس موجودة هم صنعوا تفسيرا مثل ما بينت لكم قبل قليل أكثره أخذوه من النواصب وأضافوا إليه من جهلهم وياليتهم على ثقافتهم وياليتهم على علمين حينما يتحدثون في التفسير لو أقول بأنهم يضرطون فهو كثير عليهم كثير عليهم لا يفقهون شيئا من التفسير إنني أتحدث عن الكبار من أعلاهم إلى أسفلهم من الأعلى إلى الأسفل لا يفقهون شيئا من التفسير كتبهم دالة على ذلك وكل ما في كتبهم التي ترتبط بالتفسير تناقض المنهج العلوي في التفسير وهذا الأمر ينجر على الفضائيات وعلى المؤسسات التي هم يسمونها بالمؤسسات القرآنية كل نتاجهم مخالف للمنهج العلوي هذه هي الحقيقة من الآخر أنا لا أضحك عليكم لأنني أثبت هذه الحقائق بمئات من الوثائق بمئات من المصادر بمئات ومئات من الساعات وكل هذا موجود على الشبكة العنكبوتية وكل هذا يبث عبر هذه الشاشة أنا لا أحدثكم عن خيالين أنا أحدثكم عن حقائق وهذه الحقائق موجودة على أرض الواقع وبإمكانكم أن تقارنوا بين ما أحدثكم به وبين ما يحدثكم هؤلاء الحمير الذين على المنابر الذين هم في المساجد والحسينيات الذين يخرجون عليكم عبر الفضائيات أو عبر المواقع الألكترونية قارنوا بين ما يقولون وبين ما أنقله لكم عن فكري وتفسيري وعقائدي وثقافتي وفقهي محمد وآل محمد ستجدون فارقا كبيرا لا وجه للمقايسة والمقارنة بين قذارات النواصب وقذارات الطوسيين البتريين وبين حقائق المعرفة ونور العلم في الدين والعقيدة والتفسير والفقه في منهج محمد وآل محمد صلوات الله عليهم هذه المشكلة التي حدثت الوسيلة الأساسية في كل ذلك ما يسمى بعلم الرجال هذه الوسيلة الشيطانية هي التي دمرت كل شيء في البداية دمروا تفسير علي وآل علي فصار القرآن المصحف صار منفردا من دون تفسير فلجأوا إلى النواصب وأخذوا التفسير من النواصب وأكملوا ما أخذوه من النواصب هم لا يستطيعون أن يأخذوا كل شيء من النواصب لأنهم إذا أخذوا كل شيء من النواصب انفضح أمرهم عند الشيعة ما أنا قلت لكم هناك مساحة الشيعة لا تعرفها في هذه المساحة يأخذون كل شيء من النواصب في المساحة التي الشيعة تطلع عليها عامة الشيعة يرقعونها بشيء من هرائهم وخرائهم العقلي ويأتون ويأتون ببعض الروايات التي لا يفهمونها بشكل صحيح ويختارون الروايات التي هي بلسان التقية التي تأتي منسجمة مع النواصب إلا في المواطن المعروفة والمشهورة مثلا آية التطهير يفسرونها في أصحاب الكساء فهذا أمر تعرفه الشيعة لا يستطيعون أن يجعلوا آية التطهير في نساء النبي وبعض الشيعة يفعل ذلك في دروسهم في أبحاثهم ويقولون من أن التفسير الصحيح هو هذا سرسرية اتلية قواويت أي لفظ سيء أطلقوا عليهم هذا هو الواقع هذا هو الواقع في حوزة النجف وكربلا فجاءوا بعلم القنادر هذا بعلم الرجال فدمروا التفسير فصار القرآن المصحف منفردان ليس له من تفسير فذهبوا إلى النواصب وأكملوا ما جاءوا به من النواصب من عندهم وجاءوا ببعض الروايات التي لا يستطيعون أن يتركوها لو ترك الأمر إليهم تركوها ولكن ماذا يصنعون هناك مساحة الشيعة تطلع عليها فلابد أن يأتوا بالشيء الذي يضللون به الشيعة ويقنعون به الشيعة من أنهم من نفس العقيدة ومن نفس الدين وذهبوا في باب العقائد وباب الفتاوى فألغوا الأحاديث أخذوا عشر بالمئة من الأحاديث وأكثر هذه الأحاديث التي أخذوها هي في باب الفتاوى والأحكام وفهموها بمنهج الشافعي وما كان من تلك الروايات في باب العقائد فهموها بحسب قواعد علم الكلام المعتزل ولم يعودوا إلى منهج العثرة الطاهرة بالمطلق فأنشأوا هذا الدين ونصبوا أنفسهم بديلا عن محمد وآل محمد وشددوا رباط الناس بهم المراجع يشددون رباط الناس بهم ألا تلاحظون الشيعة في العراق يذهبون لزيارة في الأمير يختصرون الزيارة كي يقفوا طويلا في صف زيارة السيستاني كالنعاج يقفون حتى يدخل عليه ويقبل يده فقط هذا الطقس من طقوس أهل البيت وهؤلاء النعاج الذين يقفون في هذا الصف حينما يعودون إلى أهاليهم يقولون من أنه في هذه المرة توفق في كل مرة يزورون أمير المؤمنين ولا يزورون السيستاني لأنهم لم يأخذوا بطاقة زيارته من وكيل السيستاني في المدينة التي يعيشون فيها يقولون نحن توفقنا هذه المرة زيارة الأمير لا يعدونها توفيقا ويعدون زيارة شخص من عامة الشيعة يعدون ذلك توفيقا حمير هؤلاء والله الحمير أشرف منهم وأعلى درجة هذا هو واقع الشيعة وهذا هو واقع الدين الذي تتدينون به هذه مصادره الأصلية المصادر الأصلية الحقيقية أبعدت نفيت أخرجت من الساحة الشيعية كل المشكلة في علم الرجال هذا هو السبب الذي يجعلني دائما أصر على مناقشة علم الرجال لأن علم الرجال هذا هو الذي عزل القرآن المصحف عن تفسير علي وآل علي الذي بايعنا عليه في الغدير وبهذا نقضنا بيعة الغدير وعلم الرجال هذا هو الذي دمر تسعين بالمئة من حديث أهل البيت وبقي بأيدينا بحدود عشر بالمئة معطيات ناقصة فكيف نستخرج منها نتائج صحيحة مع ملاحظة أن قواعد فهم هذه النصوص جئ بها من الشوافع والمعتزلة لم يؤتب تلك القواعد من منهج علي مثل ما بايعنا في بيعة الغدير هذا علي هذا علي يفهمكم بعدي لم نذهب إلى المنهج العلوي كي نفهم هذه النصوص وإنما ذهبنا إلى منهج الشوافع ومنهج المعتزلة هذه الحكاية من دون خداع هذه الحكاية من دون كذب وافتراء وهذه الحكاية أثبتها بمئات الأدلة عبر برامجي الكثيرة فعرفوا أن الدين الذي بين أيديكم الذي يعلمكم إياه هؤلاء الخطباء الحمير على المنابر أو هؤلاء الذين يخرجون عليكم في الفضائيات أو في أي مكان آخر وهم يحدثونكم عن مراجع النجف هذا ما هو بدين هدى هذا هو دين الضلال ودين الجهل والجهالة ودين السفاهة هذا هو الدين البتري والدين المرجعي القذر والذي يا شيعة النجف ستحاربون به إمام زماننا حينما يأتي مقبلاً من الحجاز أحاديث أهل البيت هي التي أخبرتنا بذلك وحين أقول يا شيعة النجف إنني أتحدث عن شيعة الحوزة لا أتحدث عن شيعة يقطنون المدينة إنهم شيعة العراق وشيعة الخليج إنهم الشيعة في كل مكان الذين يدينون بدين حوزة النجف فهم شيعة النجف شيعة المراجع ما هم بشيعة الحجة بن الحسان لذا سيناصرون مراجعهم ويحاربون الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه نذهب إلى فاصل عن إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه من تكنم في الله هلأ ومن طلب الرئاسة هلأ ومن دخله العجب هلأ اشتدت مؤونة الدنيا والدين فأما مؤونة الدنيا فإنك لا تمد يدك إلى شيء منها إلا وجدت فاجرا قد سبقك إليه وأما مؤونة الآخرة فإنك لا تجد أعوانا يعينونك عليه إمامنا الكاظم صلوات الله عليه يقول لأحد أولاده يا بني إياك أن يراك الله في معصية نهاك عنها وإياك أن يفقدك الله عند طاعة أمرك بها وعليك بالجد ولا تخرجن نفسك من التقصير في عبادة الله وطاعته فإن الله لا يُعبد حق عبادته وإياك والمزاح فإنه يذهب بنور إيمانك ويستخف مروتك وإياك والضجر والكسل فإنهما يمنعاني حظك من الدنيا والآخرة هناك أمر بالغ الأهمية لابد أن ألفت أنظاركم إليه في السياق نفسه منهج أهل البيت في تقييم شيعتهم عموما وفي تقييم رواة الحديث خصوصا في تقييم العلماء والفقهاء بحسب موازين العترة الطاهرة هذا أمر مهم جدا ومن خلاله ستكتشفون من أن علم الرجال علم شيطاني لأنه يتناقض بالكامل مع منهج أهل البيت في تقييم الفقهاء والعلماء ورواة الحديث سأأخذ لكم أمثلة ونماذج من رواياتهم وأحاديثهم وكلماتهم التي ترسم لكم صورة إجمالية عن منهج أهل البيت في تقييم شيعتهم عموما وفي تقييم رواة الحديث خصوصا وهو منهج مناقض ومنافر لمنهج أولئك الأغبياء من مراجع النجف وكربلاء أقرأ عليكم من معاني الأخبار للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة وطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدسة في الصفحة الثالثة والتسعين وفي أول أبواب هذا الكتاب الحديث الثالث بسنده بسند الصدوق عن إبراهيم الكرخي عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه حديث تدريه ودراية الحديث لا كما وضعوا في مصطلحاتهم أن تعرف صحة السند أو أن تعرف عدم صحته دراية الحديث في معرفة مضمون متنه في معرفة فحوى كلام الإمام صلوات الله وسلامه عليه حديث تدريه خير من ألف حديث ترويه لأن الرواية نقل باللسان للألفاظ قطعا لا بد أن تكون بنحو صحيح أما الدراية فهي فقه الحديث معرفة مضمونه حديث تدريه خير من ألف حديث ترويه ولا يكون الرجل منكم فقيها أي على دراية هذه مقدمة حينما قال إمامنا الصادق حديث تدريه خير من ألف حديث ترويه هذه مقدمة فرع عليها فقال ولا يكون الرجل منكم من الشيعة فقيها فقيها بنظر الإمام الصادق بنظر صاحب الزمان الحجة بن الحسن ولا يكون الرجل منكم فقيها حتى يعرف معارض كلامنا المعارض هي الخواص التي يضعها صاحب الكلام في كلامه بعبارة أخرى أسلوبه في الكلام مصطلحاته طريقته في الحديث كيف يخفي المضامين بأسلوب لو اطلعنا على أسرار ذلك الأسلوب فإننا سنكتشف ما أخفى من مضمون هذه هي المعارض المعارض هي المفاتيح المعارض هي الخواص المعارض الأساليب الخاصة بأي متكلم يمكن لأي شخص أن تكون له معارض لكننا لا شأن لنا بمعارض الآخرين نحن نتحدث عن حديث العترة فلا بد أن نعرف معارضهم وإلا بإمكان كل شخص حتى من بسطاء الناس أن يضع معارض لكلامه أن يستعمل أسلوبا خاصا مجموعات الشباب فيما بينهم كل مجموعة فيما بينها لها معارضها في زماننا هذا وفي الأزمنة السابقة في كل حزب من الأحزاب السياسية الدينية القومية هناك معارض لذلك الحزب في نظامه الداخلي في دستوره العملي في ثقافته وأدبياته يعرفها الحزبيون المتخصصون في ذلك الحزب غيرهم لا يعرفها لا شأن لنا بمعارض الآخر حديثنا عن محمد وآل محمد لهم معارض هذه المعارض لا نستطيع أن نصل إليها حتى نكون على موسوعية وعلى طلاع واسع في قرآنهم المفسر بتفسيره وفي حديثهم المفهم بقواعد تفهيمه وهذا ما لا وجود له في حوزة الطوسي وهذا ما لا يعرفه مراجع النجاف من المرجع الأعلى إلى المرجع الأسفل لا يعرفونه بالمطلق فهؤلاء مشبعون بقذارات النواصب ولذا حينما يتحدثون في شرح رواية أو في شرح دعاء أو في شرح زيارة أو في تفسير آية تجدون أن كلامهم هو هو الذي يتحدث به النواصب في كتب تفسيره وفي بعض الأحيان يتحدث المتحدث وهو لم يكن قد اطلع على تفسير النواصب لكنه يفسر كتفسير النواصب لماذا لأنه قد نشأ على معاريض النواصب نشأ على مصطلحاته نشأ على قواعد فهمه فمن هنا يأتي كلامه منسجما مع كلام النواصب مع أنه لم يكن قد قرأ ذلك في كتب النواصب لأنه قد ربي هذه التربية والشيعة كلهم ربوا هذه التربية من هنا يقولون من أن الشوافع يشبهون الشيعة ولكن أنتم ممطايا الشيعة هم الماخذين دينهم ومن الشوافع وهذا الأمر أثبته بالحقائق والوثائق من كتب كبار المراجع ابتداء منه طوسي المشؤوم مؤسسي هذا المذهب الضال المذهب النجفي الطوسي أعود إلى حديث حديث تدريه ما هي بدراية السند النواصب يسمون علم الأسانيد بعلم الدراية ونواصب النجف كذلك قصدت بالنواصب أول مرة قصدت نواصب السقيفة يسمون معرفة الأسانيد بدراية الحديث وكذا نواصب النجف من مراجع الحوزة الطوسية الناصبية يسمون ذلك بالدراية وأهل محمد يطلقون الدراية على المتون على فهم المتون تلاحظون أن مراجع النجف يخالفون العترة في كل شيء سفلة هؤلاء حديث تدريه خير من ألف حديث ترويه ولا يكون الرجل منكم فقيها الفقيه هنا لا علاقة له بعلم الرجال ما يشترطه علماء النجف مراجع النجف الخوئي السستاني الجميع من أن الفقاهة تتوقف على شيء من العربية وعلى علم الأصول وعلم الرجال تتناقض بالكامل مع منطق العترة هذا يعني أنهم ليسوا بفقهاء بحسب موازين العترة وإنما بحسب موازين الشيطان هؤلاء فقهاء موازين العترة هذه هي الفقهاء هم الذين يتعاملون مع المتون لا يتعاملون مع الأسانيد بينما فقهاء النجف لا يتعاملون مع المتون إلا بدرجة ثانوية يتعاملون أساسا مع الأسانيد إنه علم القنادر علم الرجال هكذا أسس هذا الدين الذي ينسبونه زورا وبهتانا ينسبونه للعترة الطاهرة دين العترة الطاهرة دين منطقي حكيم لا وجود له في الواقع الشيعي هذه قمامة قمامة مراجع النجف وكربلاء هي التي يسمونها دينا حديث تدري خير من ألف حديث ترويه ولا يكون الرجل منكم فقيها حتى يعرف معارض كلامنا ما قال الإمام حتى يعرف أسانيد كلامنا حتى يعرف معارض كلامنا الفقه لا يتوقف على علم الرجال مثل ما يقول شياطين النجف وأغبياء النجف من آيات الله العظمى الفقه يتوقف على المتون على المضامين على معرفة معاني حديثهم هذا هو الفقه عند العترة الطاهرة حديث تدريه خير من ألف حديث ترويه ولا يكون الرجل منكم فقيها حتى يعرف معارض كلامنا وإن الكلمة من كلامنا لم يقل وإن السند من أسانيد الروايات والأحاديث وإن الكلمة من كلامنا لتنصرف على سبعين وجهاً لنا من جميعها المخرج وتم كلام الإمام الصادق فأين علم الرجال وأين الأسانيد وأين هذه القذارات وأين هذه النجاسات التي جئتمونا بها يا شياطين النجف وكربلاء يا نواب الشيطان ودمرتم بها ديننا مضى أجدادنا وآباؤنا على ضلالكم ولازالت الشيعة تموت على ضلالكم أما آن الأوان أن تقفوا مع أنفسكم أن تحاسبوا ضمائركم وأن تعيدوا الشيعة إلى دين محمد وآل محمد لكنكم لن تفعلوا لن تفعلوا لقد أوكل الإمام الحجة أموركم إلى أنفسكم لأنكم نقضتم بيعة الغدير ولأنكم نقضتم مواثيق الإمامة والولاية مع إمام زمانكم مثل ما خاطب أكثر مراجع الشيعة في الرسالة التي وجهها إمام زماننا إلى الشيخ المفيد سنة 410 للهجرة ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذجنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة ونبذ العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واقع اليوم أسوأ بكثير من الواقع الذي يتحدث عنه صاحب الزمان في هذه الرسالة واقع اليوم واقع مراجع النجف وكربلا من المرجع الأعلى إلى المرجع الأسفل أسوأ بكثير تريليونات المرات من واقع مراجع الشيعة في زمان المفيد سنة 410 للهجرة حينما وصلت الرسالة المهدوية إلى المفيد في بغداد الصادق يقول حديث تدريه خير من ألف حديث ترويه وَلَا يَكُونُ الرَّجُلُ مُنْكُمْ فَقِيهًا هذه موازين أهل البيت حتى يعرف معارض كلامنا ما قال حتى يعرف أسانيد كلامنا حتى يعرف معارض كلامنا وهذه المعارض لا تعرف إلا أن يطلع الفقيه على الأقل على الأقل على ثمانين بالمئة من حديثه فكيف يصنع هؤلاء وهم قد ألغوا في أحسن الأحوال تسعين بالمئة من حديثهم من أين يعرفون المعارض هذه المعارض لا يعرفها الفقيه إلا أن يكون مطلعا على كل حديثه مطلعا على كل تفسيره لأن المعارض تنتشر في كل حديثه لأن المعارض تنتشر في كل تفسيره لقرآنه فلابد للفقيه أن يكون مطلعا على كل التفسير وكل الحديث وهذا هو مضمون حديث الثقلين النبي ترك فينا الكتاب والعترة بشكل عملي ترك المصحف وحديث العترة ما إن تمسكتم بهما بهما معا لن تضل بعد أبدا إذا كان الكلام موجها إلى عامة الشيعة فإنهم فإنهم يتمسكون بهما إجماليا لكن الكلام إذا كان موجها إلى الفقهاء وإلى خاصة الشيعة لابد أن يكون التمسك بالإثنين كاملا وهذا لا يتحقق إلا بالإطلاع على كل تفسير أهل البيت وعلى كل أحاديثهم أو على الأقل أن يكون الإطلاع على الأغلب على نسبة ثمانين بالمئة مثلا أو أكثر من ذلك فماذا نصنع لهؤلاء الثيران في النجة الذين لا يعرفون شيئا من تفسير العترة الطاهرة لأنهم نقضوه بعلم الرجال وإذا كانوا مطلعين على الحديث في أحسن الأحوال يطلعون على عشرة بالمئة فكيف يستطيعون أن يدركوا المعاريط بحسب هذا الحديث لن يستطيعوا لن يستطيعوا لن يستطيعوا فما هم بفقهاء في نظر الصادق في نظر صاحب الزمان فكيف صاروا نوابا وهم ليسوا فقهاء كذابون سفلة هؤلاء نواصب هؤلاء نواب الشيطان هؤلاء طوسيون بتريون مرجئيون هذه حقيقتهم حديث تدريه خير من ألف حديث ترويه ولا يكون الرجل منكم فقيها حتى يعرف معارض كلامنا وإن الكلمة من كلامنا لتنصرف على سبعين واج هذه الوجوه السبعين كيف نطلع عليها ما لم نطلع على كل تفسيرهم وعلى كل حديثهم لا نستطيع أن نطلع عليها قطعا ليس المراد هنا من العدد أننا نتمسك بعدد رياضي معين وإنما يراد من العدد هنا الكثرة كثرة الوجوه وإن الكلمة من كلامنا لتنصرف على سبعين وجها لنا من جميعها المخرج إذن لا نستطيع أن نعرف المعارض ولا نستطيع أن نعرف هذه الوجوه الكثيرة ما لم نكن قد اطلعنا على كل تفسيرهم وعلى كل حديثهم أو على الأقل على الأغلب منه ماذا صنع علم الرجال ألغى تفسيرهم وألغى أكثر من تسعين بالمئة من حديثهم وصار أساسا للفقاهة كيف هذا إنه منهج شيطاني مناقض لمنهج أهل البيت منهج أهل البيت هذا دقق النظر يا أبنائي ويا بناتي من شيعة الحجة بن الحسن ولا تلتفتوا إلى أولئك البغال من أصحاب العمائم السوداء والبيضاء من الكبار أو إلى أولئك الجحوش من أصحاب العمائم البيضاء أو السوداء من الصغار من صغار المعممين من أمثال هؤلاء الحمير الذين يرتقون المنابر أتحدث عن الخطباء الحمير دققوا دققوا النظر في كلام أئمتكم هذه موازين التقييم هذا هو منهج التقييم عند محمد وآل محمد لشيعتهم عموما ولرواة الحديث خصوصا للفقهاء للعلماء الذين يمثلون العترة الطاهرة لا هؤلاء الأغبياء في حوزة الطوسي حديث تدريه خير من ألف حديث ترويه ولا يكون الرجل منكم يا أيها الشيعة فقيها حتى يعرف معارض كلامنا وإن الكلمة من كلامنا لتنصرف على سبعين وجها لنا من جميعها المخرج الفقيه هو العارف بالمعارض الفقيه هو العارف بهذه الوجوه الكثيرة في كلامهم كيف يكون كذلك ما لم يكن مطلعا على كل تفسيرهم ما لم يكن مطلعا على كل حديثهم أو على الأقل على الأغلب ومن هنا قالوا اعرفوا منازل شيعتنا عندنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عننا وفهمهم مننا من هنا قالوا هذا الكلام لهذا السببع فكلما اتسعت دائرة المعرفة بتفسيرهم وحديثهم كلما اتسعت دائرة المعرفة بمعاريض كلامهم وبالوجوه الكثيرة التي يقصدونها الكلام واضح واضح جدا فماذا نصنع لهؤلاء الحمير الذين جاءون بعلم الرجال الذي دمر هذا المنهج فعلم الرجال ألغى الأحاديث التفسيرية وألغى الأدعية والزيارات وألغى أكثر حديث أهل البيت وبعد ذلك يقول لنا هؤلاء الثولان من آيات الشيطان العظمى في النجث وكربلاء يقولون لنا من أن الفقاهة والاجتهاد يتوقفان على علم الرجال من تفع على فقاهتكم واتفع على اجتهادكم واتفع على علم رجالكم الفقاهة هاهية هذه فقاهة منهج الصادق صلوات الله وسلامه عليه نذهب إلى فاصل عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه من أراد الله به الخير قذف في قلبه حب الحسين وحب زيارته ومن أراد الله به السوء قذف في قلبه بغض الحسين وبغض زيارته وعن فائد الحناق قال قلت لأب الحسن إمامنا الكاظم صلوات الله عليه إنهم يأتون قبر الحسين بالنوائح والطعام قال قد سمعت قال فقال يا فائد من أتى قبر الحسين بن علي عارفا بحقه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخى وعن محمد ابن أبي جرير القمي قال سمعت أبا الحسن الرضا صلوات الله عليه يقول لأبي من زار الحسين بن علي عارفا بحقه كان من محدثين فوق عرشه ثم قرأ إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدل حديث آخر من أحاديثهم أقرأه عليكم من غيبة النعماني المتوفى سنة 360 للهجرة من رجال الغيبة الأولى هذه الطبعة طبعة أنوار الهدى وهي الطبعة الأولى قموا المقدسة في الصفحة التاسعة والعشرين عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه أعرف منازل شيعتنا عندنا حديثنا عن منهج تقييم الأئمة لشيعتهم عموما ولرواة الحديث خصوصا أعرف منازل شيعتنا عندنا عندهم صلوات الله عليهم على قدر روايتهم عننا بحسب موسوعيتهم وفهمهم منا هذا التعبير هل يصدق على معرفة أن السند صحيح أو ليس بصحيح الفهم يرتبط بالمتون وليس بالأسانيد أعرف منازل شيعتنا عندنا على قدر روايتهم عننا علم الرجال ماذا يصنع يضيق دائرة الأحاديث والأئمة يفتحون دائرة الأحاديث يريدون من رواة الحديث من علماء الشيعة أن تكون دائرة الأحاديث عندهم مفتوحة وبقدر ما تتسع الدائرة يعلو شأن راو الحديث عندهم صلوات الله عليهم ويربطون ذلك بفهم المتون لا علاقة لهم بالأسانيد الرواية واضحة صريحة أعرف منازل شيعتنا عندنا على قدر روايتهم عننا كلما اتسعت دائرة الرواية بينما علم الرجال ماذا يفعل يضيق الدائرة وبعلم الرجال هذا بعلم القنادر هذا جعلوا دائرة حديث أهل البيت ضيقة جدا إلى درجة خمسة بالمئة من أحاديثهم فماذا أبقوا من الدين أعرفوا منازل شيعتنا عندنا على قدر روايتهم عننا كلما اتسعت الدائرة وفهمهم مننا لأن تمييز الأحاديث يعتمد على تمييز المتون وليس على تمييز الأسانيد ومن هنا حينما نعتمد في تمييز الأحاديث نعتمد المتون ونعتمد فهمها هذا علي يفهمكم بعدي هذا علي يفهمكم بعدي قواعد التفهيم نأخذها من علي بحسب مواثيق بيعة الغدير نأخذها من علي وآل علي صلوات الله عليهم اعرفوا منازل شيعتنا عندنا على قدر روايتهم عننا بينما في النجف ماذا يقولون بقدر ما يكون رجاليا أصوليا بالضبط إنه منهج مناقض لمنهج الصادق صلوات الله عليه الإمام يضع هذا الميزان لمعرفة رواة الحديث وحوزة الطوسي تضع منهجا مناقضا بالضبط فتضع علم الرجال لتضييق دائرة الحديث وتضع علم الأصول لكي يكون الفهم للأعادث وفقا للشافع والمعتزلة لأن علم الأصول الذي عند الشيعة جاء به من الشوافع والمعتزلة وهذا الموضوع تحدثت عنه مفصلا في برامج المختلفة وبالمصادر والوثائق اعرفوا منازل شيعتنا عندنا على قدر روايتهم عننا كلما اتسعت الدائرة بينما هؤلاء الثولان في النجث يقولون كلما كان مطلعا على علم الرجال محققا فيه يعني كلما ضيق دائرة الحديث هؤلاء مستدبرون هذا الذي اردده دائما من ان الثقافة الشيعية ثقافة مستدبرة من ان العقل الشيعية عقل مستدبر اتحدث عن هؤلاء الشيعة عن شيعة الطوسي عن شيعة المراجع عن شيعة السستاني عن شيعة الخوئي عن شيعة محمد باقر الصدر اتحدث عن هذه الشيعة عن شيعة مرتضى الانصاري أتحدث عن هؤلاء اعرفوا منازل شيعتنا عندنا على قدر روايتهم عننا وفهمهم منا الميزان ميزان فهم المتون الميزان ميزان حفظ المتون الميزان ميزان الدائرة الواسعة في الاطلاع على الحديث بالضبط بعقس منهج النجف علم الرجال يضيق دائرة الحديث وعلم الأصول يجعل الفهم فهما شافعيا معتزليا خذرا بامتياز تذكروا هذه الأحاديث هذه موازين أهل البيت في منهج تقييمهم لشيعتهم عموما ولرواة الحديث خصوصا القضية تتضح أكثر إذا قرأت عليكم ما جاء في رجال الكشي الذي قلت لكم من أنه كتاب حديثي من أول صفحة تبدأ الأحاديث إلى آخر صفحة فيه وهم يعدونه كتابا رجاليا ولا ينتفعون منه وإنما يضعون اسم الكتاب لتكثير أسماء الكتب في قائمة كتب الرجال التي لا تتجاوز خمسة كتب أو ستة وأحدها لم يره أحد ابن الغضائري رجال ابن الغضائري لم يره أحد ورجال البرقي لم يبق منه شيء ورجال الكشي كتاب حديث وفهرست الطوسي قائمة أسماء ورجال الطوسي قائمة أسماء ورجال النجاشي ما هو بكتاب رجاليين زور اسمه وهو كتاب مزور فهرست النجاشي قائمة لذكر أسماء مؤلفي الشيعة مع بعض كتبهم فهو لم يكن قادرا على ذكر أسماء الكتب واعتذر عن هذا في مقدمة الكتاب فكيف يعرف حقائق الرجال هذا هو التراث الرجالي عند هؤلاء الغبران والذي به دمروا دين محمد وآل محمد من طيح الله حظهم وحظ دينهم هذه الطبعة طبعة مركز نشر آثار العلامة المصطفوي طهران إيران ألفين وأربع ميلادي الحديث الأول عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه أعرفوا منازل الرجال منا على قدر رواياتهم عنا منازل الرجال ما قال أعرفوا منازلهم من علم الرجال أعرفوا منازل الرجال منا على قدر رواياتهم عنا كلما اتسعت الدائرة كلما على شأن الرجل لا كما يفعل مراجع النجاف كلما ضيق العالم دائرة الروايات بحسب علم الرجال لأن علم الرجال يلغي أكثر الأحاديث كلما صار عالما محققا مدققا هل سوين يدقق فوق جوه هذا موضوع آخر سرابيطها حظة مهتلية وعق الحسن ما يفهمون شيء منهج مخالف بدرجة مئة بالمئة لمنهج أهل البيت هذه كتب أهل البيت وهذه أحاديثهم وهذا هو ميزان تقييمهم للشيعة عموما ولرواة الحديث خصوصا دققوا في الرواية والرواية قصيرة واضحة أعرفوا منازل الرجال مننا على قدر رواياتهم عننا لم يشر الإمام إلى علم الرجال لا من قريب ولا من بعيد لا وجود لهذا الشيء في دين العترة الطاهرة هذا جاءنا به الطوسي وأمثال الطوسي من النواصب لأن الطوسي ناصبي شافعي معتزلي بتري هذه هي الحقيقة من الآخر أعرفوا منازل الرجال مننا على قدر رواياتهم عننا الحديث الثاني وهو حديث بالغ الأهمية جدا في ميزان التقييم عندهم صلوات الله عليهم الإمام الصادق يقول أعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عننا كلما اتسعت الدائرة فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها من هؤلاء الرواة من رواة الحديث فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها حتى يكون محدثا حتى يكون محدثا التحديث تسديد غيبي حتى يكون محدثا فقيل له أو يكون المؤمن محدثا مسددا بتسديد غيبي قال يكون مفهما والمفهم محدث يكون مفهما عملية تفهيم تأتي من الخارج تأتي من إمامه نعود إلى ما بايعنا عليه في بيعة الغدير هذا علي يفهمكم بعد هذا الكلام ليس مخصوصا بزمان بيعة الغدير ليست مخصوصة بزمان أو مكان بيعة الغدير لم تكن خاصة بأولئك الذين حضروا في غدير خم ولم تكن خاصة بأولئك الذين عاشوا في ذلك الزمان أحضروا في غدير خم أم لم يحضروا بيعة الغدير بيعة موجودة إلى يوم القيامة فحينما أخذ رسول الله المثاق علينا أن نأخذ التفسير للقرآن من علي وآل علي فقط ليس في زمان محدد ليس في زمن وقوع بيعة الغدير بشكل رسمي وحسي هذه القضية موجودة على طول الخاط وحينما أخذ علينا في مواثيق بيعة الغدير هذا علي يفهمكم بعدي فهذا التفهيم ليس خاصا في زمان البيعة هذا التفهيم يأتي من علي تارة عبر الأحاديث والألفاظ وتارة عبر التسديد هذا هو التفهيم الذي بايعنا عليه وإمامنا الصادق يتحدث عن هذا التفهيم هذا علي يفهمكم بعدي هذا ميثاق من مواثيق بيعة الغدير بيعة الغدير ليست مخصوصة بأشخاص معينين أو بزمان معين أو بمكان معين هذه بيعة لجميع من يوصف بأنهم عقلاء أكانوا من البشر أكانوا من الملائكة أكانوا من الجن أم من أي مخلوقات أخرى من دواب السماوات والآرض كما يعبر القرآن عنهم وقد حدثتكم عن دواب السماوات في حلقات سابقة من هذا البرنامج فبيعة الغدير ليست خاصة بأشخاص معينين علي حجة على السماوات وعلى الأراضيين علي حجة على الملأ الأعلى وعلى الملأ الأسفل علي حجة على عوالم الغيب وعوالم الشهادة وبيعة الغدير بيعة في كل طبقات الوجود فحينما بايعنا على هذا الميثاق هذا علي يفهمكم بعدي عملية التفهيم مرة تتخذ إطارا حسيا مسموعا مقرؤا معلما في دروس تعتمد الكتابة والقلمة والأوراق ومرة يأتي التفهيم تسديدا وإمامنا الصادق يتحدث عن هذا الصنفي وهذا النوع من التفهيم العلوي حينما أردد دائما من أننا نعتمد على قرآنهم المفسر بتفسيرهم وعلى حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم قواعد التفهيم بعضها مكتوب وبعضها يأتي بالتأييد والتسديد وهذا هو الذي يتحدث عنه إمامنا الصادق هنا فأين موقع علم الرجال هنا؟ هل لعلم الرجال من موقعية هنا؟ ما أنا قلت لكم علم الرجال فضلات الخنازير هذا ما هو بعلم؟ روث الخنازير أطهر من علم الرجال أعرف منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عننا كلما اتسعت الدائرة كلما كان الراوية أعلى منزلة عندهم بالضبط بعكس منهج حوزة النجف لأنهم حين يعتمدون علم الرجال يضيقون الدائرة وكلما ضاقت الدائرة عند العالم عدوه أكثر علما أكثر تحقيقا السستاني هو الأعلم لأنه هو الذي يضعف بنحو أكثر من بقية المراجع يضعف أحاديث أهل البيت وحينما انتخب إسحاق الفياط لأنه أسوأ من وأقذر من في تضعيف أحاديث أهل البيت وقد كشفت لكم ذلك كشفت لكم عن جهله بأحاديث أهل البيت حينما أدخلت أسيحيق هذا في سنار القمر أدخلت هذا الأعلم الذي انتخبه لكم السستاني وكشفت لكم عن عورات السستاني وعن عوراته لأن عوراتي أسيحيق هذا هي عورات السستاني هو الذي جاء به أعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عننا فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها حتى يكون محدثا مسددا فقيل له أو يكون المؤمن محدثا مرتبطا بالغيب قال يكون مفهما من الذي يفهمه؟ هذا التفهم الذي يأتي عبر ألطاف إمام زمانه إنها الألطاف الخفية فالإمام له ألطاف جلية وله ألطاف خفية التفهم هنا يرتبط ببوابة الألطاف الخفية فقيل له قيل للصادق صلوات الله عليه أو يكون المؤمن محدثا قال يكون مفهما والمفهم محدث بالله عليكم هل تعرفون أحدا من ثولان النجف تنطبق عليه هذه المواصفات لأنكم تستطيعون أن تستكشفوا هذه المواصفات من خلال منطقه من خلال حديثه الذي يكون بهذا المستوى يكون مفهما فإن ينابيع الحكمة وينابيع الفهم ستتفجر من قلبه على لسانه فارشدوني إلى واحد من هؤلاء الذين تتفجر من قلوبهم على ألسنتهم ينابيع الحكمة والفهم احنا اللي نشوف هولان أخبياء يسترون أنفسهم بالصمت والسكوت وإذا ما تكلموا فضحوا أنفسهم وانكشفت عوراتهم وإذا ما أصدروا بيانات خصوصا من أمثال السستان الأخرس الصامت فإن عوراته تتكشف في بياناته من خلال الأخطاء والعيوب والعثرات وقد عرضت هذا بالأدلة الحسية الواضحة في الحلقات المتقدمة إذا كنتم تريدون أن تقفوا على الحقيقة بأنفسكم فعودوا إلى بيانات السستاني التي صدرت من مكتبه وهي موجودة في موقعه الألكتروني الرسمي وطبلوا لها أخرجتها على الشاشة وكشفت لكم عن أخطائه وعن جهله وعن عثراته بشكل معيب واضح فأين هؤلاء الذين تتفجروا ينابيع الحكمة وينابيع الفهم والفقه من قلوبهم على ألسنتهم هذا يعني أن منهجهم منهج الضلال وأهم جزء في منهجهم جعلوه أساسا علم الرجال إنه علم القنادر وعلم الضلال نذهب إلى فصل عن إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه من زار الحسين عارفا بحقه غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخى وعنه أيضا صلوات الله عليه أدنى ما يثاب به زائر الحسين بشط الفرات إذا عرف بحقه وحرمته وولايته أن يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخى عن أبي خديجة الجمال عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال سألته عن زيارة قبر الحسين عليه السلام قال إنه أفضل ما يكون من الأعمال عن زيد الشحام قال سمعت الصادقة صلوات الله عليه يقول من أتى قبر الحسين تشوقا إليه كتبه الله من الآمنين يوم القيامة وأعطي كتابه بيمينه وكان تحت لواء الحسين حتى يدخل الجنة فيسكنه في درجته إن الله عزيز حكيم حديث آخر عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه أقرأه عليكم من مصباح الشريعة الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان الطبعة الأولى 1980 ميلادي الباب السادس في الفتية إمامنا أصادق يقول لا تحل الفتية لمن لا يصطفى من الله تعالى بصفاء سره وإخلاص عمله وعلانيته وبرهان من ربه في كل حال هذا هو التفهيم فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها حتى يكون محدثا والمحدث هو المفهم والمفهم هو المسدد وإنما يكون التسديد من بوابة الألطاف الخفية لإمام زماننا الواصلة إلى هؤلاء الذين يتصفون بهذه المواصفات إمامنا الصادق يشرح هذا المعنى ومن اعتصم بكم فقد اعتصم بالله عز وجل هذه هي العصمة بهم التي هي العصمة بالله عز وجل لا تحل الفتية لا يصبح مرجعا ولا تأخذ الفتوى إلا من هؤلاء الذين يتحدث عنهم الصادق صلوات الله عليه لا تحل الفتية لمن لا يصطفى من الله تعالى بصفاء سره وإخلاص عمله وعلانيته وبرهان من ربه في كل حال أين علم الرجال هنا أين هذه القذارة الخنزيرية هنا هل له من محل في المقام هذا هو منهج أهل البيت في تقييم شيعتهم عموما وفي تقييم رواة الحديث والفقهاء خصوصا لا تحل الفتية لمن لا يصطفى من الله تعالى بصفاء سره وإخلاص عمله الذي يخلص تتفجر الحكمة من قلبه على لسانه من أخلص لله أربعين صباحا الحديث هنا يتحدث عن إخلاص على طول الخاط في كل عمره هم أخبرون من أخلص لله أربعين صباحا تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه أين علم الرجال هنا مراجع النجف من المرجع الأعلى إلى المرجع الأسفل أين محلهم هنا لا وجود لهم في هذه الأسقاع هذه أسقاع العترة هم يعيشون في أسقاع سقيفة بني طوسي التي هي جزء لا يتجزأ من سقيفة بني ساعدة إنها أسقاع الشيطان وهذه أسقاع الرحمن والناطقان ناطقان ناطق ينطق عن الرحمن هم صلوات الله عليهم وناطق ينطق عن الشيطان مراجع حوزة الطوسي أولئك الذين نظر الشيطان بأعينهم ونطق بألسنتهم كما يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في وصف أولياء الشيطان لا تحل الفتية لمن لا يصطفى من الله تعالى الله يصطفي الإصطفاء يكون عبر وجشه أي نباب الله الذي منه يؤتى أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء أين السبب المتصل بين الأرض والسماء ما يأتي من السماء عبر هذا السبب عبر إمام زماننا عبر بوابة الألطاف الخفية له صلوات الله عليه لا لا تحل الفتية لمن لا يصطفى من الله تعالى بصفاء سره وإخلاص عمله وعلانيته وبرهان من ربه في كل حال فهل علم الرجال من البراهين الربانية وبرهان من ربه في كل حال لأن من أفتى فقد حكم حكم بحكم الله لأن من أفتى فقد حكم والحكم لا يصح إلا بإذن من الله عز وجل وبرهانه وهذه الإذن تتجلى في التثهيم فحينما يكون مفهما فقد نال هذه الأذن إذا أراد الله برجل خيرا فقهه في الدين هو يفقهه أو يكون المؤمن محدثا قال يكون مفهما والمفهم محدث هو فهمه هو هو فقهه هو فتح له ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه فعلم الرجال ما محله هنا محله في أسقاع الشيطان أين هي في حوزة النجا أوضح مكان مكان للشيطان حوزة النجف وأوضح مكان لإبليس في النجف عند المرجع الأعلى لأن المرجع الأعلى هو الذي يؤكد علم الرجال ويؤكد علم الكلام ويؤكد علم الأصول هو الذي يؤكد المنهج الإبليسي الذي يتعارض مع منهج العترة الطاهرة في قرآنه وأدعيته وزياراته وأحاديثه وخطبه وكلماته وما هذا الذي أعرضه بين أيديكم إلا أنموذج أنموذج يسير لأن من أفتى فقد حكم والحكم لا يصح إلا بإذن من الله عز وجل وبرهانه ومن حكم بالخير بلا معاينة بلا معاينة للحقائق من دون تفهيم فهو جاهل مأخوذ بجهله ومأثوم بحكمه هذا إذا حكم بالخير فما بالكم إذا حكم بالشر حينما يصدر الفتاوى بجواز التلقيح الصناعي الشيطاني وحينما يصدر الفتاوى ببطلان الصلاة بذكر علي ما حاله إذا كان المفتي يفتي بخير فهو مأخوذ بجهله ومأثوم إن لم يكن بتلك المواصفات إن لم يكن على موسوعية واطلاع واسع في تفسيرهم وحديثهم وهذا لا يكون إلا إذا ألقينا بعلم الرجال في كنيف المراحيط لأن علم الرجال هو الذي يدمر هذا يناقض هذا ولا بد أن نكون ملتزمين بقواعد التفهيم العلوي وقواعد التفهيم العلوي على نحوين منها ما هو مذكور في النصوص والروايات وهنا نحتاج إلى موسوعية كي نعرف المعارضة وقواعد التفهيم وإما أن تكون بالتزديد والتوفيق والتفهيم وهذا هو الذي يتحدث عنه إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه هنا لأن من أفتى فقد حكم والحكم لا يصح إلا بإذن من الله عز وجل وبرهانه ومن حكم بالخير بلا معاينة بلا معاينة يعني بلا فهم يقيني بلا معاينة فهو جاهل مثل ما يقولون لكم في بداية كل رسالة عملية من أن العمل بهذه الرسالة مبرئ للذن ماذا يعني ذلك هم ليسوا متأكدين من صحة الأحكام لكن هذا هو الموجود ومن هنا يقولون لكم من أن العمل بهذه الرسالة مبرئ للذن لأنهم ليسوا متأكدين من صحة الأحكام فهذه الأحكام والفتاوى بين الخطأ والصواب ومن حكم بالخير بلا معاينة كهؤلاء فهو جاهل الجاهل هو الذي لا يدري أن الذي قال به صحيح هم لا يعلمون يقولون كلامنا بين الصواب والخطأ فهؤلاء الجهال ما هم علماء العالم هو الذي يكون متأكدا مما يقول الذي لا يكون متأكدا مما يقول هذا جاهل فتاوى مراجع النجف في الرسائل العملية لا يستطيعون أن يقطعوا بها ربما يقطعون بالأحكام الإجمالية لأنها من البديهيات لكن الكلام في الفتية ليس عن الأحكام الإجمالية والتي هي من البديهيات الكلام عن التفاصيل تفاصيل الفتاوى والأحكام لن تجدوا فقيها واحدا في النجف لا من الأموات ولا من الأحياء لا من الذين يصفون بأنهم الأعلم ولا من الذين لا يصفون بهذا الوصف لن تجدوا معمما في النجف وفي كربلاء بل في كل الأرض من عمائم الشيعة لن تجدوا أحدا يقول لكم من أن الفتاوى التي في الرسائل العملية من أولها إلى آخرها صحيحة ولن تجدوا أيضا من يقول لكم من أن أكثر الأحكام صحيحة وإنما يقولون هي بين الصواب والخطأ ولذا يقولون لكم من أن العمل بهذه الرسائل العملية مبرئ للذن مبرئ يعني معذر عندك عذر في يوم القيامة إذا قالوا لك لماذا جئت بهذه العبادة الخاطئة عندك عذر تقول الرسالة العملية التي لا أملك غيرها قد ذكر فيها هذا وهم هكذا يتصورون فحينما يرجعون إلى المرجع ويقولون له لماذا أصدرت هذه الفتوى الخاطئة يقول بذلت جهدي وهذا هو الذي وصلت إليه فهو معذر له ومعذر للذي يقلده وهذا هزال في هزال هذا ما هو منهج العترة هذا منهج الشافعي هذا منهج أبي حنيفة منهج العترة هذا والحكم لا يصح إلا بإذن من الله عز وجل وبرهانه ومن حكم بالخير بلا معاينة من دون تفهيم من دون تزديد فهو جاهل لأنه ليس متأكدا من صحة ما حكم به فهو جاهل مأخوذ بجهله يحاسب على جهله من قال لك تصدر الفتوى من أفتى بغير علم أكبه الله على من خريه في نار جهنم هذه الفتاوى إفتاء بغير علم لو كان هذا الإفتاء بعلم لماذا يقولون من أن الفتاوى بين الخطأ والصواب لماذا هذه الفتاوى التي تأتي بالاحتياطات الوجوبية ويجوزون لمقلدهم أن يقلدوا غيرهم لأنهم ليسوا متأكدين من هذه الفتاوى أليس هكذا يفعلون يجوزون لمقلدهم أن يقلدوا غيرهم في الاحتياطات الوجوبية والاستحبابية كذلك لأنهم ليسوا متأكدين من صحة هذه الفتاوى فهذا إفتاء من دون علم من أفتاء بغير علم أكبه الله على من خريه في نار جهنم وهم وهم نفسهم يقولون من أن الفقيه الذي يصدر فتاوى بمستوى الاحتياط لا يجوز تقليده لأنه ما هو بفقيه فهذا جاهل بكل الفتاوى والحكم لا يصح إلا بإذن من الله عز وجل وبرهانه ومن حكم بالخير بلا معاينة بلا معاينة من دون تفهيم من دون تزديد وإنما اعتمد قواعد الشافعي وقواعد المعتزلة مثل ما يفعل مرتضى الأنصار ومثل ما يفعل الخوئي ومثل ما يفعل محمد باقر الصدر ومثل ما يفعل السستاني ويفعل البقية فهؤلاء يحكمون بالخير بلا معاينة حكمهم ما بين الخطأ والصواب ومن حكم بالخير بلا معاينة فهو جاهل فما بالكم لو حكم بالشر مثل ما حكم السستاني وابنهم محمد رضا بجواز التلقيح الصناعي الشيطاني الذي ينتج عنه أبناء الزنا وقد أنتجوا للشيعة الكثير من أبناء الزنا في أيام في أيام مرجعيتهم هذه ومن حكم بالخير بلا معاينة فهو جاهل مأخوذ بجهله ومأثوم بحكمه كما دل الخبر أي خبر الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء فأين علم الرجال علم الرجال أين هذه قواعد الفتياء هذه قواعد الاستنباط هذه قواعد رواية الحديث هذا منهج تقييم الشيعة بشكل عام ومنهج تقييم رواة الحديث والفقهاء عند العترة الطاهرة هل علموكم هذا هل أخبروكم بهذا علموكم مواصفات مرجع التقليد التي نقلوها وحق الحسين بن فاطمة نقلوها من كتب الشافعين وحينما يتحدثون عنها في أبحاث الخارج يقولون ما دلت عليها روايت وحق الحسين بن فاطمة مواصفات مرجع التقليد في الرسائل العملية نقلوها من كتب الشوافع ولم ترد في روايات أهل البيت وحينما يناقشونها عودوا إلى أبحاث الخارج للخوء لمحمد باقر الصادر للسستان ولغيرهم ستجدونهم حينما يتحدثون عن مواصفات مرجع التقليد التي ذكروها في رسائلهم العملية يقولون لم ترد بها رواية لم يرد بها حديد ولا لا تدل عليها آية إذن من أين جئتم بها أنا بحثت عن المصدر فوجدت أنهم قد جاءوا بها من كتب الشافع وعرضت هذا بين أيديكم عودوا إلى برامج المفصلة والتي تحدثت فيها عن الاجتهاد والتقليد وأمثال هذه المسائل ستجدون كل ذلك موثقا بالحقائق والوثائق والدقائق والمصادر وهم ما ردوا علي شيئا ما ردوا علي شيئا لأنها حقائق ولو فكروا أن يرد أو حاولوا سيفضحون أكثر لأنني سأكشف عن عورات جديدة لهم عوراتهم لا تعد ولا تحصى المرجع الشيعي هو عبارة عن مجموعة من العورات من العورات المادية والمعنوية عبارة عن مجموعة قذارات ناصبية تتحرك على الأرض هذه هي الحقيقة من الآخر تستكثرون هذا الكلام أنتم أحرار ولكن ماذا تقولون عن هؤلاء وهم دمروا دين محمد وآل محمد إمامنا الصادق في رواية التقليد يصفهم بأنهم أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه هم أنجسوا من قتلة الحسين هذا الموجود في حديث الصادق هم أضروا على الشيعة وعلى دين الشيعة من شمر ومن حرملة ومن كل أولئك المجرمين الأنجاس الذين قاتلوا الحسين صلوات الله وسلامه عليه واشتركوا في قتله هذا منطق الصادق ما هو منطقي الرواية موجودة في تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه إذن هل تستكثرون علي أن أصف المرجع الشيعية من أنه عبارة عن مجموعة من القذارات الناصبية منها ما هو مادي ومنها ما هو معنوي الإمام يقول عنهم من أنهم ألعنوا من شمر وألعنوا من حرملة نذهب إلى فاصل عن أبي حمزة الثمالي قال قلت لأبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه إن أبا جعفر عليه السلام كان يقول إن خروج السفياني من الأمر المحتوم قال لي نعم واختلاف ولد العباسي من المحتوم وقتل النفس الزكية من المحتوم وخروج القائم عليه السلام من المحتوم فقلت له فكيف يكون النداء قال ينادي مناد من السماء أول النهار ألا إن الحق في عليا وشيعة ثم وينادي إبليس لعنه الله في آخر النهار ألا إن الحق في السفياني وشيعته فيرتاب عند ذلك المبطلون أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في نهج البلاغة الشريف وهذه طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان صفحة 148 في الخطبة التي رقمها 150 أمير المؤمنين يتحدث عن زمان الغيبة الطويلة ويتحدث عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه وكيف يتعامل مع خواص شيعته فيقول في وصف الإمام من أنه في سترة عن الناس إنه غائب عن أبصالنا إمام مستور في سترة عن الناس لا يبصر القائف أثره القائف الذي يعرف الأثر ويستطيع أن يستدل على صاحب الأثر من أثره هذا هو القائف فإمام زماننا في سترة عن الناس لا يبصر القائف أثره ولو تابع نظره ثم لا يشحذن فيها قوم في زمان الغيبة الطويلة شحذ القين النصل عملية الشحذ هي عملية إزالة الصدأ وعملية حد السيوف ثم لا يشحذن فيها قوم شحذ القين النصل القين هو الحداد والنصل هو السيث هو السلاح هو الرمح فالإمام في غيبة في سترة عن الناس لا يبصر القائف أثره ولو تابع نظره لا يستطيع الناس أن يتواصل معه بشكل مباشر هنا تفتح بوابة الألطاف الخفية التي أشرت إليها قبل قليل هذه البوابة تتجلى هنا ثم لا يشحذن فيها قوم شحذ القين النصل عبر بوابة الألطاف الخفية مثلما يشحذ الحداد السيوف فإن الإمامة يشحذ خواص شعته ثم لا يشحذن فيها قوم شحذ القين النصل ماذا يجري عليهم تجلى بالتنزيل أبصارهم هذه أبصار العقول والقلوب وليست العيون التي نرى بها بنحو حسي تجلى بالتنزيل أبصارهم أبصار عقولهم وقلوبهم ويرمى بالتفسير في مسامعهم هذا هو التفهيم وهذا هو التزديد وهذا مصداق واضح من مصاديق بيعة الغدير هذا علي يفهمكم بعدي الذي ينقض بيعة الغدير لا يمكن أن ينال هذا التوفيق يعني أن الذي يعتمد علم الرجال لا يمكن أن ينال هذا التوفيق لأن علم الرجال ناقض لبيعة الغدير وقد شرحت ذلك لكم فهو يلغي الأحاديث التفسيرية وهو يضعف أكثر حديث أهل البيت يضيق الدائرة فعلم الرجال والذين يرتبطون بهذا المنهج ما هم على علاقة بإمام زماننا فلن يصل هذا التوفيق إليهم لا بد أن يصل إلى جهة تعارض منهجه إذن التسديد والتوفيق والقرب من إمام زماننا بالابتعاد عن هؤلاء العجول هذه هي الحقيقة التي دائما أوصيكم بها أبنائي وبناتي يا شباب شيعة الحجة بن الحسن حينما أقول لكم فروا من هؤلاء فروا من أصحاب العمائم لا تأخذوا دينكم منهم لأنهم في جهة بعيدة عن إمام زمانكم هذه هي الحقائق هذا كلام أمير المؤمنين تجلى بالتنزيل أبصارهم ويرمى بالتفسير في مسامعهم ويغبقون يغبقون يسقون الحكمة عند المساء ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح صباحا ومساء الإمام يفجر ينابيع الحكمة من قلوبهم على ألسنتهم هؤلاء في زمان الغيبة الطويلة هؤلاء خاصة صاحب الزمان يتواصل معهم عبر بوابة الألطاف الخفية هل قرأت عليكم من كلام لا علاقة له بآل محمد كل شيء حدثتكم به من آل محمد هذا هو منهجهم منهجهم في تقييم الشيعة وفي تقييم رواة الأحاديث وفي تقييم الفقهاء وفي تقييم خواص الشيعة هذا هو منهجه وهكذا يتعاملون مع شيعتهم أعرفوا منازل الرجال عندنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عننا وفهمهم مننا وهذا هو الفهم تجلى بالتنزيل أبصاره ويرمى بالتفسير في مسامعهم إمامهم يرمي بالتفسير في مسامعهم هذا علي يفهمكم بعدي قضية التفهيم التي بايعنا عليها في بيعة الغدير ليست محصورة بزمان ولا بمكان ولا في أشخاص ولا بنصوص في الروايات وإنما التفهيم في الروايات يمثل نحوا من أنحاء التفهيم هناك تفهيم بهذه الطريقة أمير المؤمنين هو الذي بايعناه على أن يفهمنا هو الذي يشرح لنا طريقة التفهيم هذه فيقول تجلى بالتنزيل أبصاره ويرمى بالتفسير في مسامعهم ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح الحكمة تصل إليهم من إمام زمانهم صباحا ومساء يغبقون عند المساء والصبوح عند الصباح ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح الإمام يفجر ينابيع الحكمة من قلوبهم على ألسنتهم بالله عليكم ارشدوني إلى واحد من هؤلاء الثولان من هؤلاء البغال من هؤلاء الجحوش ينطبق عليه واحد من التريليون من هذه المعاني عرفتم الآن من أن حوزة الطوس حوزة شيطانية لا علاقة لها بصاحب الزمان ففروا منها وخلصوا أنفسكم أنا لا أحدث البغال المعممين ولا أحدث الجحوش المعممين البغال الكبار والجحوش الصغار أحدث الأكاديميين وشباب الشيعة المثقفين أحدث رجال الشيعة الذين يبحثون عن إمام زمانهم ويبحثون عن العقيدة السليمة أحدث نساء الشيعة كذلك التي يبحثن عن العقيدة السليمة أحدثكم أنتم الذين تريدون أن تصلوا إلى الحقيقة الصافية النظيفة لا أقول لكم صدقوني ولا أقول لكم أطيعوني ولا أقول لكم تابعوني وإنما انتفعوا من هذه المعلومات وتأكدوا بأنفسكم لا تخدعوا بحديثي خذوا حديثي مثلما تأخذون الأخبار من قناة الجزيرة أو من قناة العربية تأكدوا بعد ذلك من هذه المعلومات بأنفسكم فإذا وصلتم إلى الحقيقة قامت عليكم الحجة فروا من أصحاب العمائن فروا من آيات الله العظمى فروا من نواب الشيطان فروا من حوزة النجف وكربلة إذا أردتم أن تتواصلوا مع إمام زمانكم وطهروا عقولكم من قذارات الخطباء الحمير والشعراء والرواديد الذين هم من أمثالهم طهروا عقولكم من هذه القذارات خذوا دينكم من الأدعية والزيارات تمسكوا بزيارة الجامعة الكبيرة وتمسكوا بزيارة عاشراء لا أتحدث عن قراءتها طقوسيا أحدثكم عن معرفة مضامينها إذا أردتم أن تعرفوا حقائق ذلك عودوا إلى برامجي فإنني قد شرحت الكثير والكثير من ثقافة عاشراء ومن ثقافة الزيارة الجامعة الكبيرة نلتقي غدا إن شاء الله تعالى لكنني أذكركم وأقول لقد شاهدتم بأنفسكم من أنه لا محل لعلم الرجال في ثقافة القرآن والعترة لا وجود لهذه القذارة هذه القذارة موجودة عند مراجع النجف وكربلاء هذه القذارة موجودة في حوزة النجف وكربلاء ليست موجودة في حوزة العترة الطاهرة كل الحقائق وضعتها بين أيديكم وإن كان ذلك بنحو الإجاز والاختصار أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر